العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحابته اجمعين وبعد اه اندي تعليق سريع ان شاء الله على واحد كاتب في صحيفة وصحيفة دي انا ما ادري اسم اشنو صيحة الكاتب اسمه صلاح الدين عوضة كتب يوم الجمعة الفاتد دي تسعة وعشرين ديسمبر كاتب في عمود بتاعه العمود اسمه بالمنطق بالمنطق كده دي اسم العمود طيب اسم المقال من قال على صيغة بتاعة استفهامات يعني دار يقدم استفهامات تقول لك من القال كذا استفهامات استنكارية بيستنكر المقولة بصيغة استفهام بعد ذاك بيعترض على تلك المقولة المقولات منها مفاهيم لآيات ومنها احاديث بيعترض عليها بيخد علامة استفهام بعد ذاك بيستنكر طيب في المقال بتاعه جاب خمسة استفهامات الاستفهام الاول قال من قال ان ياسين اسم لنبينا الكريم دا الاستفهام الاول وبعد ذا قال هو من جملة الحروف المتقطعة التي يستهل الحق بها كثيرا من الصور وكمثال على ذلك صاد وحاميم وألف لام صاد وعين سين قاف انا ما اعرف الف لام صاد دي اجابة من وين ما في في القرآن ما في الف لام صاد في الف لام ميم صاد الاعراف لكن الف لام صاد دي عوض اجابة من عنده ساي نجرى ان طبعت غلط عليم ربه المهم دي ما في طيب الاجابة على الاستفهام الاول دا من قال انه ياسين اسم من اسمائي الرسول القالوا دير الصوفية طبعا وياسين ليست من اسمائي الرسول عليه الصلاة والسلام والاستدال بتاعه في النقطة دي صحيح رغم انه حيتناكب بعشوية خد بالك هو بنى هذا المفهوم على ماذا وان كان صحيح كلامه ما خطأ يعني ياسين ليس من اسمائي النبي صلى الله عليه وسلم لكن بناه على ماذا بناه على ما يستنبط ويفهم من الآيات ما يفهم من الآيات انه ياسين والقرآن الحكيم طيب اذا كان يعني مغتدى الخطاب هنا نحن لو اخذنا بظاهر القرآن بظاهر الخطاب دا يبقى ياسين لانه الخطاب بعد يجل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كأنه دا خطاب له ياسين والقرآن الكريم او والقرآن الحكيم انك انك لمن المرسلين الآيات فيه خطاب له فكأنها تشير لانه آآ المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ياسين لكن انتبه بعشوية انا بوريك التناغط بس احفظ معي النقطة دي ظاهر الخطاب بيدل على انه ياسين اسم للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الحقيقة ياسين ما من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اسماء مبينة في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة اسماء الحديث معروف وشور عند الناس في الشمائل المحمدية وعند البخاري معروف الحديث ما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل انه حتى ولو جاء الخطاب من بعد الاحرف المتقطعة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يدل على ان الاحرف المتقطعة هي اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي اليك وإلى الذين من قبلك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح? طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام اسمه حاميم عين سين قاف? لا. معينه الخطاب رجع له. طيب الفيصل شنو يا اخواننا? لماذا حمل الخطاب? هنا وان كان ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حمل على ان الاسم هنا ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. السبب شنو? المرجع شنو? السنة صحيح? السنة ازبتت انه ياسين ليست من الاسماء. وكذلك حاميم عين سين قاف برضو ما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الخطاب شنو? وده اليه. احفظوا معي النقطة دي. بن جارد عين بعض شوية. طيب. قال للصفاء من ابن اتنين. من قال ان الميت يمكن ان يعذب في قبره. استنكر النقطة دي برضو. قال فالله من عدله لا يحاسب عبيده مرتين. قبل وبعد يوم الحساب. طيب. قال ودلالة ذلك اه رواية القرآن عن فرعون بعد موته. فهو لا يعذب. انما يعرض وجماعته على النار غدوا وعشيا. قال فرعون ما بيعذب الاية. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال ده ما عذب. قال عرضي فقط. ما عذب. طيب. اها. قال فمن الذي يفوق فرعون فسوقا. حتى يجعل بي. حتى يعجل بعذابه قبل يوم القيامة. من قال الاسوأ من فرعون ده. لحد ما يعذبوه في الدنيا او في البرزخ قبل يوم القيامة. طيب. يا عوضة صلح الدين عوضة ده كاتب في الصيحة. وبدي استفهامات على طريقة الترابي. كل الشغل بتاعه ده على طريقة حسن الترابي. نقول لاته ما جد بجديد. وكونك تنكر عذاب القبر هذا ليس بجديد. انكره الترابي. ومن اللي صدقه. الا الناس اللي معاه اصلا في هذا الفكر. لماذا? لان هذا يعارض صريح القرآن. اولا ربنا سبحانه وتعالى يقول في صورة الانعام. ومن قال ومن ومن اضل قال سبحانه وتعالى ولو ترى ذي الظالمون في غمرات الموت. انتمه معاه الى الآية. الظالمين ديال. اللي ربنا فيتكلم عنهم. في اتوكت من الاوكات. ده بالآية. في غمرات الموت. والملائكة باسطوا ايديهم. باسطوا ايديهم يعني اشتو? يعني اشتو? لان بسطت الي يدك لتقتلني. ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك. الزولة اللي بيبسط يده معناه بالعذاب. باسط يده بالعذاب. طيب ولو ترى اذ الظالمون واذ هنا تفيد التوقيت الحالي لهذا المشهد. يعني في الوقت. اللي فيه الظالمون في غمرات الموت. والملائكة باسطوا ايديهم. اخرجوا انفسكم. انتبه للبعدية. اليوم. اليوم ده ابتين. ده يوم الغيام ولا ده يوم موتهم? يوم موتهم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تفسقون. اليوم ده ابتين. ده يوم الموت. يعزبوا. كده موضوعك انتهى يا عوضة ولا لسة? عوضة بقول انه من عدل الله. قال. فالله من عدله لا يحاسب عبيده مرتين. بالله يعوض انته غران ما كريته? الغران ما كريته انته? طيب. ربنا قال في سورة التوبة وممن حولكم من الاعراب منافقون. ومن اهل المدينة مردوا على النفاق. لا تعلمهم. نحن نعلمهم. سنعذمهم. ها. يا عوضة انته ما قالت غران انته بتد فلسف سايو? تكتب في الجريدة? سنعذبهم شنو? مرتين. ثم يردون الى عذاب عظيم. المفسرون ذاته قالوا المرتين ديال قبل يوم الغيام. اهي يا عوضة. لانه ربنا قال سنعذبهم شنو? مرتين وبعدين. ثم. ثم ديت تفيد. الترتيب مع التراخي. وتفيد المغايرة. يعني المرتين ديال براهن. سنعذبهم مرتين. ثم بعدين. يردون الى عذاب عظيم. بعدين. كده كم عذاب? تلاتة. تلاتة. مرتين. الاول في الدنيا. في الدنيا دي. قبل ما يموتوا. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله شنو? ليعذبهم بها. وين? في عذاب? في الدنيا. لمونو? للمنافقين. بيعزبهم باشنو? باموالهم واولادهم. انت عارف ما لك ده ممكن يبقى لك عذاب? واحد تلقى عنده جروش كتيرة يقول لك والله اموال لانا نحنا ما بنا ننبلل. ما بنا ننكله كله. وتلقى الجماعة العتالة. البيرفعوا له في في المواد التومينية بتاعت بقالاته. وشركاته وكده. العتالي بيرفع. وبيرقد فيه الضول بتاع العربية بنوم للصباح. ودافت القبعد في الجروش. ويصحب الجاي. ونوم غالبوا. ربنا قال يعذبهم بها في الحياة الدنيا. في الدنيا دي تتعزب بيا. وبعدين عندهم عذاب براو. يعود انت ما قريد غراني اه. ده بتاع جريدة سايي بتاع جريدة. عمود في جريدة. ده عرف اتفلسف في الدين. قال ربنا ما بحزبهم مرتين. قال له قال لك بعزبهم مرتين. والتالت يوم الغيامة. طيب. نمشي سريع. تلاتة. قال من قال ان الله يصف النساء بخطورة الكيد. اذ يقول ان كيدكن عظيم. من قال? مش هل قال ربنا? ربنا سبحانه تعالى قال? على لسان امرات العزيز. او على لسان العزيز. عزيز مصر. قال له يوسف اعرض عن هذا. واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. بستنكر انه المقول دي يعني تنسب الى القرآن. بالسانكر يعني ده بس ده من كلام العزيز. لكن ما يقال ان الله تبارك وتعالى يصف النساء بشدة المكر والكيد. نقول ربنا في القرآن جاب كلام العزيز. ولكن ما قال غلط. زي ما جاب كلام امرأة العزيز. قالت. ولقد راوته عن نفسه. وانه لمن الصادقين. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وما ابرئ نفسي. ان النفس اشنو? لامارة بالسوء. السعيد اللي يقول لك. النفس دي امارة بالسوء. امارة بالسوء. ده من كلام من? من كلام. ده من كلام امرأة العزيز. لكن احنا بنقول ده من كلام الله. لان الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذا ولم ينكره عليها. ما انكروا عليها. طيب. قال كيف يقولوا? ان كيدا كنا ها? عظيم. طيب النساء كيدا اما عظيم يعني? الكلام ده يصدق الحديث. حديث اسامة في صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركتوا بعدي فتنة. فتنة اضر على الرجال او اضروا? اضر على الرجال من النساء. اسألكم بالله يا اخواننا. الليلة دي الشباب يتلملوا مبره. صح? وبيعملوا جوتة الساعة 12. وقبالة. وبعدها. والايام الجاية. الناس المارقين بره ده المارقين لشنو. لو النسوان مبمرقا بمرقوا الجماعة ده في البرق ده? الممرق ملو? والله النسوان كان مبمرقا. واحد امرق ما فيه. الجماعة ده يلزموا بيوتهم. المارقين هم النسوان. يا اخي مارا تخلي الزول يتهابل. ويجدع لبه يا بيط في الشارع. ولا بس ايه? بنطلون قدروا ولا شنوه? لباس ولا وشنوه? حاجة قدروا هنا دي. واحد ما مملصه بورا. واحد ما اتعرف شنو. واحد ملفل في شعره بفوق. اصلا النزل بتهابلوا كده ليه? الخلاهم اتهابلوا زي ده شنو? النسوان. كيدين عظيم ولا ما عظيم? يا اخي انت بتقول تحول في الرصيد بالكميات بتحول فيه لابت. وتنشط في الخدمة يعني ان تتواني اسمها حديد. السكرة بتتواني اسمها وده راجل بتحول رصيد جادر ده? تتواني اسمها جادر دي? واحدين بيسوه في الكرامات في محلة الكرامات. النسوان بيتلصى جنب الكرامات هم جاء حموين في محلة الكرامات. ده ليه? للنسوان ولا ما للنسوان? تقول ليه كيدين ما عظيم? مش اجدام عوضة عوضة ما جاء بخبر يا ناس ده شعبي. عوضة ما جاء بخبر اتعايش وين يا ولد? بعد شوية قال? قال فالرجل هو الذي يكيد للمرأة عن علم. طيب يبدي جيبتها من الغرام من وين? انت ما قلت الغرام بس? وده خلاصة المقال بتاعه يعني القرآن على لله. طيب يبدي الراجل بكيد للمرأة دي تجيبتها من وين? مستهبل. نمشي سريع. بعد ايه قال? قال من قال? ان عقوبة الزان المحصن هي الرجم. طال احزو زولة داري صلى شنو? انو مفسنة. مفسنة. يعني ده رأي حاجة بنص القرآن. طيب. قال? فرب العزة يخبرنا بصريح العبارة. ان ان العقوبة هي مئة جلدة. عقوبة الزاني مئة جلدة. ده ما النسبة للزاني? الماء مزوج. اما الزاني المزوج عقوبته الرجم. عوضة قال لك من قال? نقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اجي بعض شوية عوضة يقول لك لا لم نجد في القرآن. ما السماحة تجد في القرآن. والدين كله انت قاله في القرآن? الدين ما كله في القرآن. فيه من احكام الدين ما ليس في القرآن. يعوض سؤال اتنا بالصلي? سؤال يعوضه. بالصلي? الظهور كم ركعة? اربع ركعات. وين? جبل ايه من القرآن? ركعتين? الحمد ومعاصورة. وركعتين الحمد براها. وين في القرآن? ولذلك كل تفاصيل الدين الاسلامي ليست بتفصيلها في القرآن. وان كانت مجملة في القرآن. لكن بتفصيلها في اشياء في الصلاة السنة. وقيدت المطلق. وبينت المجمل وهكذا. طيب. عوضة يقول? عوضة ما قرى حاجة يا اخوانا. صحفيين ده لا? ده عوضة صاحب القصة ولا شنو? عوضة ما قرى حاجة. ده الصحفيين الواحد بالقلاشة مار في الفيسبوك بلقطه بجيبه. بالقلاشة خبار لاف في الوصاب بلقطه بجيبه. ده اللي بلجطه. زي غانا مسوب. ده عارفوك انا مسوب? ده زي غانا مسوب. واحد بمشي بلجط. ما قروا. ما ده علموا دين اسلامي. بلجطه في الزبالة بتاعة المؤتمر الشعبي والزبالة الترابي. اللي فتح لهم الباب ده. واعلموا الاعتراض على السنة. طيب. قال والله اعظم. شوف الكلمة دي خطرة جدا. والله اعظم من ان يترك حدا من حدوده لاتهادات البشر. ااتهادات البشر دي قاسد ما شنو? يعني هو الرسول ذاته يعني بشر يتهد اجتهاد. خد ذلك اجتهاد بتاع بشر. ده طعن في الدين ولا ما طعن في الدين? هل النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله من الاحكام والعبادات وما شرع لالامة هل اجتهاد من عنده ولا واحد من عند الله? واحد. كل واحد ربنا قال ما ينطق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ده وحي. مش اجتهاد. قال ده اجتهاد. التعارف? افرض. سلمنا جدلا معك يا عوضة. عوضة صلاة الدين عوضة. سلمنا معك جدلا. انه الحكم الشرعي. اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد. طيب. نحن عندنا بيجاء اجتهاد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. ده جدلا كده جدلا يا اخوانا. مش قال بالمنطق. بالمنطق يا عوضة. في اجتهاد بيجاء حق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اجتهاد يا امة الاسلام بقينا بتاع عوضة. تاخدوا حجمونه? تاخد عوضة? احنا الله رسل لنا عوضة? يا ناس الله رسل لنا نبي كريم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. لا عوضة ولا التراب ولا سوداني ولا يا السودان ذاته. يا ناس انتم بتلخبطوا سايبر بالراسكم? افرض ده اجتهاد. افرض النبي صلى الله عليه وسلم نحن قلنا على حسب فهمه. النبي صلى سلم فسر آية. وعوضة فسر آية. ناخد بتفسير منه? العاقل سؤال زي ده ما بيحتاج له ذاته. ناخد بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك لو كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم او احكام النبي صلى الله عليه وسلم او شرائعه هي وحي من عند الله تعالى. وحي ما فانقاش. لكن ده داري شككونا في الدين. الترابي وجماعته دارين شككو الامة في الدين. مل دارين. هم شككو كثير من الناس في دينه. طيب اخر سؤال. قال من قال ان عيسى ابن مريم سينزل اخر الزمان. ها. منو قال عيسى ابن مريم سينزل. نقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال حينزل اخر الزمان. قال لا يهلن فيكم ابن مريم حكما عدلا. واضعا يديه على كتفي ملكين. ينزل من السماء. طيب عوض ليه قال? ليه? انه ما بينزل. قال فان جاء نبي قال فاخر الرسل والانبياء هو نبي محمد عليها تم الصلاة والتسليم. فان جاء نبي بعده لناقض كلام الله. طيب يا عوضك. انت مش قدت النبي صلى سلم اخر الانبياء والمرسلين? النبي ذات اللي انت معترف انه اخر الانبياء والمرسلين قال لك عيسى بيجي. طيب ما ممكن انت تعتقد النبي ده النبي وفي نفس الوقت كلام النبي ما بتاخده. ايه بقى النبي كيف? وقعوا عليه يا اخواني. بالمنطج مش هو قال بالمنطج? بالمنطج يا عوضة. ات قلت النبي ده اخر نبي. واخر الرسول يعني مرسل من الله. وجاءت نبوة من الله. ما ممكن انت يعوضة تعتقد النبي وبعد ده تجد غالطه في الاحاديس الجباة يا نبي. والرسول. بيجي يا اخواني بالمنطج الكلام ده? بالمنطج ده يا عوضة ما بيجي. عشان كده نقول لك اه? اللي قال عيسى عليه السلام بينزل النبي صلى وسلم. وربنا قال الكلام ده في القرآن برضو. وانه لعلم للساعة. وانه لعلم للساعة. يعني علامة من علامات الساعة. بعد داك ماشى جدام. وقال ربنا توفاو. وقال الموت. مات يعني. ما في آية اصلا ولا حديث. اتكلم عن عن عيسى عليه السلام انه مات. مات دي ما فيه. انما جات الوفاء. والوفاء لا تعني الموت. في كل حالة. انما تعني الموت وتعني النوم حسب سياق الكلام. الكلام يطول عن عوضة. نحن نحصل المحاضرة. ولنا معاه ان شاء الله تعليق اخر.